خليني الأول أقول لك أهلاً وسهلاً وإزاي الحال وكله تمام وهبدأ من عند يمكن الجملة اللي كانت محور النقاش ما بيني وما بين زميلاتي العزيزات ألا وهي تمديد الهدنة من عدم الواقعية السياسية، أنت ورشين في تعبير كده اسمه الواقعية السياسية وبناء على هذه الواقعية السياسية بالمناسبة اتبنت الدولة هناك أو كان الصهيوني المحتل اتبنى على أفكار الواقعية السياسية اللي صغها للأسف، للأسف، للأسف مجموعة من الشيوعين اليهود اللي أسسوا فيما بعد حزب العمل الإسرائيلي واللي أسس الدولة واللي فضل مستمر بالمناسبة هو ده نفس الحزب اللي كان بيحكم مصري قاعد يحكمها تقريباً لو أنا فكر هواي 28 سنة وكان سبب سقوطه الرئيسي فيما بعد النجاحات المتتالية كان حرب 73 هزمتهم في 73 تحديداً وده اللي أدى لسقوط حزب العمل لأول مرة في تاريخه في الانتخابات بتاعته لكن ده فصل من التاريخ وبالمناسبة مهم إن احنا نركز عليه جداً يعني هي فكرة الانهيارات السياسية جوه الكيان الصهيوني من نواتج 73 يعني هنا أعود أفكر أقول إحنا بقى كده لازم يعني نتكلم مع زميلية وصديقي دي قيل عزيزين دريني وشريف في الوثائقية إن هم يعملون حاجة كده يعني تبقى التركيبة دي الواقع السياسي اللي تغير جوه إسرائيل بسبب هزيمة هذا الجيش أو هذه الدولة أو هذا الكيان في 73 بس أرجعك تاني على الهدنة طيب الهدنة هتتمدد أتيالا ريبة فيها وافتكر أن أنا قلت لك في بداية الحرب خالص هذه الحرب عاجلا أجلا هتنتهي الكيان الصهيوني المحتل لا قدرة له بالتجربة ده مش اختراع أي تحليل سياسي هو عبارة عن تفكيك للمشهد قدر الاستطاع وحصد أكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة يا سلام لما يبقى في معلومات غير متاحة بسهولة فتوقت تبزل فيها مجهود عشان تقدر تحط تحليل ما وأنا قلت لك أنه أطول مدة حاربها هذا الجيش كان تقريبا 51 يوم إذا كنت حضرتك تتذكر وأنه هو ما عندوش قدرة أنه يكمل أكتر من كده تحديدا قدراته الاقتصادية غير مؤهلة لده الأمريكان هيعودوا يدعموا في قدر الاستطاعة الجيش الإسرائيلي انكشف زيادة عن اللزوم أكتر مما ينبغي قدام مجتمعه ورأيه العام الداخلي وقدام الرأي العام الدولي مش بس لأنه جيش متوحش لكنه لأنه جيش أضعف مما يحاول أن يصور طول الوقت جيش ما قدرش أقول لك مهزوم بس كمان مقدرش أقول لك منتصر أمام في النهاية خالص فصائل للمقاومة الفلسطينية أو حتى لو كان فصيلا واحدا شوف أنت عاوز تشوف الزوايا ازاي عاوز تشوف المشهد ازاي في النهاية تكلم على جيش وقف قدام فصيل حالته بقت سيئة جدا من ناحية التانية هذه الدولة مهزومة إعلاميا قدام العالم وهذا أمر ما اعتدتش إسرائيل أنا أسف أن استخدمت إسرائيل ما اعتدتش الكيان الصهوني أو لم يعتد الكيان الصهوني المحتل أنه هو يتعامل معاه اللي هو إيه أنه يهزم إعلاميا ده كيان قام على البروباجندا قام على إعلام وصحافة وثقافة الكذب المستمر توجيه الرسائل للخارج بشكل معين توجيه الرسائل للعرب بشكل معين آخر توجيه الرسائل لرأي العام الداخلي بتاعه بطريقة معينة لأول مرة الآلة الإعلامية الصهيونية سواء إذا كانت في الداخل أو كل أذرعها الخارجية اللي هي عملية مسيطرة على الإعلام الدولي تتكشف وتتكسر الكسرة دي ولا تستطيع مواجهة ما بين قسين ثقيلين جدا الإعلام المصري مدفعية تقيلة شنها الإعلام أو ضرب بها الإعلام المصري أمام العالم كله وأصبح الإعلام العربي الحقيقة بيتحرك فيه نفس ذات الاتجاه هتيجي تقولي يعني هو ما كانش على نفس الوتيرة في البداية هيقولك لا ما كانش على نفس الوتيرة باستثناءات قليلة جدا 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 والتغطيات في بعض الأماكن بعض المحطات بعض الشبكات كانت تغطيات على استحياء واستخدام المصطلحات كان شديد الحذر وما إلى ذلك في النهاية مكسب حقيقي للإعلام المصري القنوات الإخبارية بتاعتنا سواء إذا كانت القاهرة أو أكسرا أو سائر القنوات بتاعتنا تحديدا يمكن في المتحدة زائد زائد قد بالك زائد زائد بقيت القنوات المصرية اللي ممكن تبقى خارج الشركة المتحدة الحقيقة دور كان أكتر من عظيم في إضاحة الصورة وتوجيه أنظار العالم لواقع ما يحدث أو للواقع اللي بيحصل جوه فلسطين بل وتوجيه الدفة بتاعت الإعلام العربي لتقف على الاتجاه السليم في بوصلة سليمة قدر الاستطاع حلوة مني قدر الاستطاع بحب أشكر في نفسي من الوقت اللي التاني طيب فهرجعك على أنه أنا طبعا هو ما كانش يقدر يستحمل أكتر من كده وتلاحظ أنه كمان هو عسكريا ما عارفش يقف في جزء من ده لازم كلنا بنبقى متفاهمين وأنه تعاملات الجيوش النظامية مع أي فصيل مسلح مقاوم أو إرهابي زي ما احنا كنا بنواجه داعش عندما تتذكروا يعني في سنين الماضية الحرب على الإرهاب اللي كانت في سيناء واللي الحمد لله والشكر لله يعني عملنا فيها انتصار مؤذر بالمناسبة الأمريكان ما عارفوش يعملوا روبا يعني الأمريكان لما راحوا أفغانستان عادوا مهزومين مضحورين وفي الآخر خالص سلموها الطالبان تاني سلام عليكم يا جماعة أنا غلطان إن أنا جيت وده بعد أكتر من عشرين سنة من المواجهات المسلحة معرفش يعمل اللي أنا عم معرفش يعمل الربع اللي أنا عملته المهم يعني ويجب على الأمريكان إن هم يكونوا فاهمين ده ويجب إنه الكلام ده يوصل للأمريكان ويوصل للإعلام الأمريكي لأن أنا أتذكر سي بي أسكن عندهم مزيع فازلوك جدا فكان بيتكلم على إزاي الجيش المصري وإسلاح الجيش المصري مش عارف يهزم التنظيمات الإرهابية اللي موجودة في سيناء وكان رد الرئيس الحقيقة مفهم يعني وهو الرد اللي بيلهمك وإنت دلوقتي بتتكلم يوسف حالا إنه قال لهم طب من تروحتوا أفغانستان ومش عارفين تخرجوا ما كانش حتى لسه الأمريكان سلموها لطالبان قال لهم أنتوا أكبر وأقوى جيش في العالم دخلتوا أفغانستان ومش عارفين تخرجوا وقتها المزيع عملكين فالأمريكان كانوا بيديروا العمليات العسكرية خلال الخمسين يوم بتاعة الحرب إياها جابوا ناقلتين أو حاملتين للطائرات جابوا جيرلد فورد وجابوا دوايت آيزنهاور وجابوا غواصة بالطاقة النووية وجابوا قطع عسكرية أصغر ويعني نشروا قواتهم في شرق المتوسط قبالة السواحل أو في مرمى يعني مرمىهم كان فلسطين وتم إدارة العمليات بالمناسبة والأمريكان دخلوا جوه وانسحبوا تاني وكانت حدودة هل هو النصر المؤذر للمقاومة الحقيقة؟ لا يعني أنا أشوف دايما أنه الوضع القائم هو لا رابح لا خاسر لكن ممكن تقسها بقياس سياسي آخر إسرائيل كانت علقة موت إعلاميا علقة موت سياسيا لم تكن تتصورها على الإطلاق بايدن نفسه اتحط في أسوأ حرج سياسي اتعرض له في تاريخه السياسي الطويل بايدن يلعب السياسة من عمري تقريبا تقريبا خمسين سنة بيلعب سياسة أكتر أكتر من خمسة وخمسين سنة سياسة ده أسوأ موقف بايدن اتعرض له بايدن في بداية الحرب الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا البيت الأبيض بايدن ومجموعته توجههم واضح جدا الانحياز الواضح السافر جدا للناحية الصهيونية أو الناحية الإسرائيلية زيارة بايدن للمنطقة لم يقابل من الزعماء العرب اللي كان المفروض يقابلهم كان المفروض يقابل فخمة رئيس عبد الفتاح سيسي ويقابل عاهل أردني الملك عبدالله زائد الرئيس الفلسطيني سيد محمود عباس أبو ماذ ولم يقابله العرب بعد مجالهم لم يقابله العرب وده موقف شديد الحرج لأنه تاريخيا في تاريخ العلاقات العربية الأمريكية لم يحدث على الإطلاق أنه الرئيس الأمريكي خد قرار أو خد معاد أو حط على الأجندة مقابلة مع زعماء عرب في بلادهم أو عنده أو في أي حتة وتلغت من قبل العرب سميها زي ما تسميها أنا مش هحط توصيفات الحرج الآخر اللي كان متعلق بالتوجه شديد السفور المنحاز ناحية كان صهيوني المحتل ورفض حل الدولتين والعمل على التهجير وهنعمل وبدأوا يحطوا سيناريوهات وخرايط وهنودي دول على الأردن ودول على مصر ودول على كندا ونفتح مش عارف باب الهجرة الطوعية أحيانا لا هنعمل والحقيقة تحطمت الأحلام الأمريكية أو الصهي وأمريكية الحقيقة على الصخرة المصرية بوضوح وأمام العالم والعالم عارف أن كل هذه الأحلام تحطمت على صخرة واحدة ترجمة نانسي قنقر